موسيقى موسيقى بحسب ما تم تداوله حتى الآن فقد جاءت وفاة عبدالله حسن يوسف إرثرى تعرض للغرق في البحر وأكد الطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه أنه قد فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى كما أكدت التقارير الطبية من مستشفى العالمين أن الراحل ابن حسن يوسف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المهر أتيه هذا ما تسبب في وفاته وأوضح حلو طباء نجل حسن يوسف وصل إلى مستشفى العالمين وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة ولذلك وفقا لما ظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته بالفعل منذ ساعات ورزق حسن يوسف أربعة أولاده من ريمان ومحمود عمر وعبدالله من زوجة شمس بارودي وكشف الفنان حسن يوسف تفاصيلا واصران عن وفاة الفنانة سعاد حسن قال لنا سعاد حسن مأتولة وليست منتحيرة وقال حسن يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن المذاع لقناة الحدث اليوم من يلقي بنفسه من بلاكون يكون حوله دماء لكن سعاد حسني لم يكن حولها نقطة دماء واحدة وأضاف حسن يوسف سعاد حسني لم يكن حولها أي نقطة دم وهذا يعني أنها قتلت نفسها أو هناك من قتلها قبل إلقائها من الشباك بعد وفاته غرقا معلومات عن عبدالله حسن يوسف توفي عبدالله حسن يوسف ابن الفنان حسن يوسف والفنان المعتزل شمس البرودي أمس إذ رات عرض للغرق في قرية بدرب الساحل الشمالية وأن استعرض لكم في هذا الفيديو معلومات عن عبدالله حسن يوسف يعد عبدالله حسن يوسف أصغر ابناء الفنان حسن يوسف والفنان شمس البرودي لدى عبدالله حسن يوسف ثلاثة شقاهم عمر حسن يوسف محمود حسن يوسف نريمان حسن يوسف وكان عبدالله حسن يوسف بعيدا عن الأضواء والوسط الفنية كما أنه لم يظهر إعلاميا وكذلك الأمر بالنسبة لشقيقه محمود حسن وشقيقته نريمان فيما يعد عمر حسن يوسف الوحيد الذي يسار على نهج والديه بعكس شقيقه نريمان ومحمود حيث التحق بالمجال الفني ودخل عالم التمثيل وشارك في مجموعة من الأعمال ويبلغ عبدالله حسن يوسف من العمر 35 عام إذ أنه من الموليد 1988 درس عبدالله حسن يوسف الطيران في أوكرانيا كما أنه حاصر على بكالوريس إعلام من جامعة بيروت وحرص المنتج محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف ولان عزيزي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرأيكم في التعليق